اصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى امرا ملكيا رقم 42 لسنة 2020 بتشكيل هيئة فحص اقرارات الذمة المالية وجاء في المادة الاولى من الامر الملكي انه تشكل هيئة فحص اقرارات الذمة المالية برئاسة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء وعضوية كل من القاضي الشيخ محمد بن علي الخليفة الوكيل بمحكمة التمييز والقاضي الدكتور رياض محمد ابراهيم سيادي القاضي بالمحكمة الكبرى المدنية والقاضي عيسى محمد عيسى دراج القاضي بالمحكمة الكبرى المدنية ويكون ندبهم للعمل بالهيئة المشاري اليها لمدة سنتين وقد اعرب المستشار عبدالله بن حسن البوعينين وكافة اعضاء الهيئة عن خالص شكرهم لعاهل البلاد المفدى بمناسبة صدور الامر الملكي بتشكيل هيئة فحص اقرارات الذمة المالية مؤكدين ان هذه الثقة الملكية ستكون حافزا لهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء وستباشر الهيئة عملها المناطة به اعتبارا من صدور الامر الملكي بتلقي اقرارات الذمة المالية وفحصها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بها وفقا لأحكام القانون والاجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وستواصل العمل على النحو الذي حذته اول هيئة والمشكلة بالامر الملكي رقم 26 لسنة 2014 الصادر بتاريخ الرابع من مايو 2014 وباقي الهيئات التالية عليها